اشتركوا في القناة انه في اطار متابعة الاجراءات والترتيبات اللازمة لوضع المحددات الواجبة اثناء القاء المسؤولين لكلمتهم خلال الاحتفالات والمناسبات التي تتم في حضور رئيس الجمهورية يرجى التفضل بالاحاطة خلينا بس نركز في النص يرجى التفضل بالاحاطة بان السيد رئيس الجمهورية وجه بقيام جميع السادة المسؤولين في الدولة بمراعاة الاتية عند القائهم لكلماتهم خلال الاحتفالات والمناسبات الرسمية التي تتم في حضوره جاءت توصيات كالتالي التي تزيد المدة الزمنية للكلمة من 5 ل7 دقائق وان يكون مضمون الكلمة في اطار المناسبة والاحتفال وتجنب احتواءها لأي اشادات او مجاملات لشخص رئيس الجمهورية وعدم استخدام الكلمات والمرادفات والالقاب التي تتسم بالمبالغة عند الحديث او تقديم الرئيس السيسي وكمان طلب القرار تقديم ومخطبة الرئيس السيسي على النحو التالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية او سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وده علشان ما يكونش فيه مبلغة في تقديم الرئيس او في تعريفه وخاصة ان احنا شفنا ازاي في بعض المناسبات انه كان بعض الوزراء بيفضلوا يقولوا خطبة طويلة في متح الرئيس عبدالفتاح السيسي وممكن تكون خطبة من خارج اطار المناسبة وبالتالي الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصداره هذا القرار رفع عنه الحرج ووضع ضوابط في غاية الاحترام انه الوزراء والمسؤولين يبقوا عارفين حدود وشكل وإطار كلمتهم اللي يتكلموا فيه ولكن اللي كمان وقفنا عنده النهاردة كان العنوان المصري اليوم اخترته للخبر ده واللي حطته او استخدمته في السوشيال ميديا عنوان الخبر كان السيسي للحكومة في حضوري الحديث من خمس الى سبع دقائق فقط وتقولولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية زي ما حضراتكم شفته ومن خلال النص للبيانة اللي احنا شفناه ما كانش فيه اللغة دي اصلا اللي موجودة في العنوان ولكن يبدو انه هوس الترافك وهوس انه الناس تفتح الخبر ويبقى عليه زي ما بيقولوا في لغة السوشيال ميديا عليه كليكس كتيرة يبدو انه الهوس ده خلى جريدة المصري اليوم تستخدم هذا العنوان المثير علشان القراء يروحوا للخبر ويقروه بصرف النظر عن انه ممكن يكون خبر صادم وخبر ممكن يثير الغضب ويثير التحفظات يعني خاصة انه خلينا ان احنا نقف عند انه ازاي ان فيه ناس كتير بيقى تقرأ الانوان ونبتقراش الخبر مش كل الناس بتفتح ممكن الناس تفتح عشان تدور على تفاصيل اكتر لكن مش كل الناس بتفتح والناس ممكن تقعب عند الخبر وخلاص ويبدأوا يتداولوا ويتداول بالصيغة الموجودة في هذا العنوان الحقيقة موضوع يعني لا تعليق عليه الخبر التاني اللي وقفنا عنده النهاردة في الصحافة المحلية هو مرتبط برضو برئيس الجمهورية ومنشور في اليوم السابع بيقول انه استطلاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء واللي تم اعلانه النهاردة اكد انه 87.5% من المصريين شايفين انه اداء الرئيس السيسي مرضي منذ توليه الرئاسة 59.4% قالوا انه الاداء مرضي جدا و15.6% قالوا انه مرضي و12.5% قالوا مرضي الى حد ما وفي حين انه فاصل 6 بس قالوا انه الاداء غير مرضي و1% شايفين انه الاداء غير مرضي على الاطلاق و10.9% لا يعرفون عن افضل قرار كمان اتخذوا الرئيس عبدالفتاح السيسي من وقت توليه للرئاسة شايف 53% من المشاركين في الاستطلاع انه كان مشروع قناة السويس وتمويله من الشعب جي بعده استعادة الامن ومحاربة الارهاب بنسبة 2.8% وبعد كده رسم علاقات مصر بدول العالم بنسبة 1.9% ومنظومة السلع التامونية والخبز الجديدة بنسبة 1.5% وانهاء سيطرة الاخوان على البلاد وابعادهم عن الحياة السياسية 1.4% في حين انه لم يحدد نسبة 32.7% ايه هو افضل قرار بالنسبة لتقييم المصريين لعلاقات مصر الخارجية مقارنة بما قبل توليه رئيس السيسي شاف 76% انه العلاقات اتجهت للأفضل 1.5% شافوا انها للأسوأ و3.5% شافوا ان العلاقات زي ما هي و19.9% ما حددوش ايه هو افضل حاجة سياسية او ايه فيما يتعلق بيه علاقتنا الخارجية نروح للتفجير الارهابي اللي حصل قدام محطة مترو جمال عبد الناصر وسط البلد امبارح وجريدة شروق نشرة التحقيقات الاولية اللي اجرتها نيابة العامة واللي وضحت انه الابوة الناسفة المستخدمة في التفجير تم تفجيرها عن بعد بعد ما تم وضعها بجوار السور الحديدي الخاص برصيف المشاء امام المحلات التالية لتقاطع شارع رمسيس مع شارع 26 يوليو واظهرت المعينة معينة النيابة انه نتج عن الابوة الناسفة موجة انفجارية تسببت فيه اصابة 15 مواطن تم نقلهم جميعا للمستشفيات لاسعافهم وانبعاج السور الحديدي واتلاف واجهات اربع محلات تجارية وسيارة من الحادث الارهابي نروح لجريدة الوطن اللي نشرت اجزاء من كتاب قطر اسرائيل الصغرى ورأس الافع اللي صدر مؤخرا للكاتب الصحفي بلال الدوي واللي بيكشف عن اسرار جديدة بتتعلق بسياسات قطر وعلاقتها بمصر في فترة حكم الرئيس الاسبق او الرئيس السابق محمد مرسي ورصد بلال الدوي في كتابه دور الشيخ القطري عبد الرحمن النعيمي في تمويل الارهاب وخاصة جبهة النصرة في سوريا وجيش المجاهدين في السمال وجماعات انصار الدين وازواد والجهاد في غرب افريقيا وحركة ارشاد في اليمن اللي بيقودها عبد الوهاب الحميطاقي وانصار الشريعة في ليبيا وتنظيم القاعدة في مالي واتكلم عن زيارة النعيمي لمصر بعد نجاح محمد مرسي في انتخابات الرئاسة واستقباله في قصر الاتحادية رغم اعتراض الاجهزة السيادية على ده ولكن مرسي استقبله وقال انه جاء علشان يهنقوا بالفوز بالرئاسة مع قادة العمل الاسلامي دوي وضح كمان في كتابه انه قطر سهمت في وصول محمد مرسي للسلطة وخططت معايا للسيطرة على قناة السويس وتحكم امير قطر السابق حمد بن خليفة في قرارات الاخوان بالتنصيق مع نائب المرشد خيرة الشاطر وده اللي ادى الى تأكيد امير قطر السابق على مقولة شهيرة له انه محمد مرسي رئيس مصر والمنصف المرزوقي رئيس تونس ممنوع عليهم التصرف باي امر قبل ان يعودا الى الديوان الاميري القطري وحتى على مستوى استقبال اي موفد او مسؤول نروح لملف الكهرباء وتصريحات للمهندس جابر دسوي رئيس الشركة القبضة لكهرباء مصر نشرتها المصري اليوم مؤكد فيها انه شركات توزيع الكهرباء هتبدأ في تركيب العددات مسبقة الدفع علشان تعالج مشكلات قراءة العددات وتحصيل الفواتير علشان كمان المواطن يتحكم في استهلاكه وكمان يبقى فيه تحسين لارادات الشركات علشان تقدر انها تنفذ عمليات الصيانة والتوسعات وتطوير الخدمات وتهيئة الشبكات والشبكة القومية للكهرباء علشان تكون شبكة زكية اكثر كفاءة وثقة خلال عشر سنوات جيد من ناحية تانية اكدت الشركة انه تم طرح منقصة عامة عالمية لتوريد عشرة ملايين لمبة موفرة بقدرات مختلفة وتم بالفعل فتح المظريف الفنية لـ 28 شركة مصرية واجنبية نخرج ونروح للخبر ده اللي بيكلم عن قرار محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة شحاتة تأجيل نظر قضية محمد سلطان ناجل القيادي الإخواني صلاح سلطان والمضرب عن الطعام من فترة طويلة في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات ربعة اتأجلت ليوم 22 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين كمان قررت المحكمة ضم الملف الطبي لمحمد سلطان لأوراق القضية ومحمد سلطان تم احتجازه داخل مستشفى إلمانيا للجامعي بعد تدهور حالته في 7 أكتوبر الماضي وتعرضه لنزيف داخلي تم نقله النهاردة للجلسة على سرير طبي والكلفشات في إيده والمحامين طلبوه وولده بفك الكلفشات والسماح لي بالحديث عن وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام من يوم 26 يناير 2014 اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيا الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالي نفى في تصريحات خاصة لموقع مصراوي ما تردد عن نية الوزارة أنها تلغي التعاقد مع شركة فالكون للحراسة المسؤولة عن تأمين الجامعات وقال وزير التعليم العالي أن شركة فالكون تقوم بعملها على الوجهة الأمثل وأنه ده مش هيستدى يعني أنهم يلغوا هذا التعاون معها الكدير بالذكر أن فالكون تعاقدت في وقت قبل كده مع وزارة التعليم العالي لتأمين بعض الجامعات ولكن الأنباء ترددت عن إلغاء التعاقد بعد الاشتباكات اللي احنا تبعناها في الأيام اللي فاتت آخر خبر في الصحافة المحلية كان في جريدة الشروق بيقول أنه مصر هتدخل موسوعة جانس للأرقام القياسية في مهرجان الكشري بعدما أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم المهرجان علشان يكون أكبر مهرجان للأكل في مصر لتبخ أكبر طبق كشري في العالم وده هيكسر الرقم القياسي بالموسوعة بيشارك أكتر من مئة مطعم في صنع أكبر طبق كشري في العالم بعرض عشرة متر وارتفاع متر وفاصل اتنين وقال طارق يوسف صاحب أحد المطاعم المنفذة لطبق الكشري أنه الهدف من المهرجان هو تسويق لمصر عالميا كوجهة سياحية مهمة لجذب الفعاليات والأحداث العالمية المتعلقة بسياحة الطعام المهرجان هنطلق يوم اتنين وعشرين نوفمبر اللي جاي في حضيقة الحرية بالزمالك بحضور حكم من موسوعة جانس بالإضافة إلى وفود من الطهاء المشهورين من مختلف دول العالم مهم جدا أننا نهتم بسياحة تأتيتنا على كافة المستويات زي ما احنا شايفين برضو وتابعنا أنه ديزني هتعمل برضو عروضها الشهر اللي جاي يبدو نحن عندنا حركة سياحية كبيرة وبنحاول نحن نجذب السياح مرة تانية ونرجعهم كلها أخبار جميلة على السياحة يا رب العروين اللي موجودة في صحافة بكرة هنبدأها معاكم من جريدة التحرير التحرير المنشط الرئيسي فيها انفراد فتح باب الترشح للبرلمان في ديسمبر القادم وكمان إرهاب الإخوان يفشل في وسط البلد هل تعود الشرطة إلى الجامعات بعد فالكن وكمان الصورة الرئيسية في جريدة التحرير والتحقيق الرئيسي في أخطر دراسة نفسية دكتور محمد المهدي يكشف التدين الوسواسي في اليوم السابع لغز تفجيرات وسط البلد في كاميرات بنك القاهرة وكمان الجدل حول مصير ضحايا الفيروس ألمانيا تتحدى الشريعة الإسلامية بحرق جثة مسلم مريض بالإيبولا ومؤامرة موظفي الإخوان في الضرائب العقرية على الرئيس السيسي وفي اليوم السابع برضو اليوم نهاية آلام مرضى فيروسي وطرح أول جرعة من سوفالدي في ثمن مراكز وأماكن جديدة كل ثلاث أسابيع من جريدة الشروق فيتو الأمن يؤخر إجراءات انتخابات النواب والشروق تنفرد بنشر مشروع قانون الكيانات الإرهابية الجديد والإرهاب يرد على إحالة أوراق حبارة إلى المفتي والإخوان تحرد على إشعال الجامعات كمان وزير البترول بيقول لا نية لرفع أسعار الوقود حاليا وقوات حفتر تشن هجوم جديد لاستعادة بنغازي من الميليشيات دي كانت أبرز العنوين اللي هتكون موجودة في صحافة بكرة وبعد الفاصل نكمل معاكم جولتنا النهار اشتركوا في القناة